مرحبا اخواتي اخوتي كديري لباسع لكم اليوم ان شاء الله يجب لكم فيديو بسيط واحد الحريشة تجيزوينة في المقلة تجي كاميرا اكتبوا في الصور تجي رائعة وهشيشة و نصوبها في مدة قصيرة و بمكونات بسيطة جدا نأخذ الاناء نضيفه اولا بيضاء انا سأمشي معكم هكاس درجيا بلا ما نضيفه معها نقول لكم المقادر نمشيه درجة بدرجة حيث لدينا مكونات قليلة نضيفه بيضاء نضيفه نصف كاس منتع الزيت مايو عادي 60 مليليلتر بهذا الشكل هذا و بالنسبة للمقرة التي سوف نصوبه فيها نضيفه زوج مع القكوبار السكر نضيفه نصف كاس منتع الحليب مايو عادي 50 مليليلتر واحد الساشي نضيفه الفانيلا نضيفه هذه الحرشة لا نضيفه فيها الخمير نضيفه جيدا و لا ننسى للملح واحد شوية للملح نضيفه جيدا و نأخذ السميد السميد المتوسط السميد الحرشة يعني مرقيق مغليد نضيفه هنا 300 قرام نضيفه تدريجيا لأن السميد في الساعة يشرب نحن نحركه حتى نحصله على واحد القاوام يكون تقل قليلا لانتع الكيكة سوف ترى معي كيف سوف نعبر تلكم 300 قرام سوف نحصل بغيته في هذا القاوام هذا يعني ما تقيل ما خفيف بهذا الشكل سوف نضيفه هذا المقدار سوف نضيفه المقلاء الموسطى يعني المقلاء ليس رقيقة ليس صغيرة ليس كبيرة بهذا الحجم تكون نضيفه بالزبدة و نضيفه و نضيفه على البوطة لا نجهده النار نضيفه نضيفه و نضيفه نحرك المقلاء بكل سهولة سوف نقلبها تقلبها في طبصيل و لا تقلبها في شما و نرجحها طيب من جهة السفلة و مرة مرة نضيفه باش نتحمرنا مقاع الجوانب و نتحكم فيها بسهولة كيف ترى معي تقدروا تقلبها بكل سهولة باش شوفوا ما حمارتكم من الاسفل بهذا الطريقة سوف نضيفها و نقدمها لكم هذه هي لا تقلب رقيقة لا تقلب غليظة و تتحكم فيها بكل سهولة شيشة و الديدة كما ترى اقتراح سوف نضيفه في القوتل اطفال لكم و تدهنوا معه الفرماج نتمنى الاعجاب لكم سوف نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نتمنى الاعجاب لكم هذا الفيديو البسيط لا تنسوا لايك و اشتراك في القناة إلى اللقاء انتلقوا فيديو جديد مع شهوات صفاء باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة